ينزم علينا في الستوديو دكتور سفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق مساء الخير دكتور مساء النوري أرى لك ولكل المشاهدين والمستمعين أهلا بك معنا في استوديو الغد مسيرات استفزازية شاهدنا هذه المسيرة مسيرة الأعلام عبارات عنصرية كانوا يندد بها أطفال وشبان يعني فتية إذا صح القول يعني خطاب كراهية واضح كان موجود وبنكفير من هناك يقول القدس لنا النصر لنا ونقول لنتنياهو لا تتنازل ولا تخطع ما تعليقك على ما شاهدناه اليوم؟ يعني أولا ما هي مسيرة الأعلام أو رقصة الأعلام؟ هذه مسيرة تنظمها الصهيونية الدينية بمعنى كل الذين نراهم هنا هم من المستوطنين الذين يستوطنون الضفة الغربية والقدس كلهم يتبعون الصهيونية الدينية الذي يمثلهم بنكفير ويمثلهم اسموتريتش هذا أولا ثانيا هذه المسيرة بدأت عمليا في بداية السبعينات نظمها أو بادر فيها يهودي مستوطن من الذين أسسوا قوش أتسيون الذي أسس الاستيطان في الضفة الغربية اسمه يهودا حزاني هذا يهودا حزاني قتل عندما سقط في وادي الأغوار سقط من على صخرة أو جبل ومات وبالتالي هم يرون أنها لزاما عليهم الاستمرار الأمر الثالث أن هذه المسيرة لم تكن تدخل من باب الأمود يعني بمعنى كانت تأتي عندما بدأت من القدس الغربية تدخل من باب الخليل الذي هو أقرب باب إلى القدس الغربية وأقرب باب إلى حائط البراقة الذي يسمونه حائط المبكة أولا لأسباب أمنية ثانيا لكي يخففوا الاحتكاك مع الفلسطينيين الوقاحة لدى الصهيونية الدينية والمنظمين لهذه المسيرة أن المسيرة بدأت تأتي من قلب باب العمود وتخترق كل الحي الإسلامي والحي المسيحي وصولا إلى حائط البراق لاحظي يارا أنهم كلهم شباب لا يوجد نساء لماذا؟ لأن النساء يدخلون ما زالوا يدخلون من باب الخليل أقرب يعني بمعنى لو صار احتكاك لو صار كذا أنه النساء يكونوا لحالهم والأمر الثاني هو موضوع الاختلاط لديهم ملاحظة ثانية أيضا دكتور لاحظت أنه اليوم مراسلتنا كانت تقول بأن هؤلاء من مدارس الأحزاب حزب الصهيونية الدينية يعني هذا الحزب لديه مدارس أيضا لتنشئ أجيال نعم هناك مدارس هناك بسموها مخينوت اللي هو عمليا مدارس تدمج ما بين العلم وبين الاستعداد للخدمة بالجيش نظام لهم نظام تعليمي يحافظون على أنفسهم ولكن كما تلاحظين لا يوجد من المتدينين الحردين في هذه المسيرة إذا رجعت الصور لا تجد من أتباع شاس وأتباع يهودات التوراة من الله هم ليسوا في هذا المكان لا يتبعون إلى هذا المكان أيضا لا تجد يهود يساريين ولا تجد من الوسط ولا تجد علمانيين لا هذا اليوم هو افترى يوم احتفال باحتلال القدس هو يوم تنظمه الصهيونية الدينية لا أسباب أيديولوجية ولا أسباب سياسية لذلك ترى تسمعين لهجاة متطرفة حتى هاجموا الصحفيين اليهود ليس فقط الصحفيين العرب في صحفة عارت هاجموا صحفونك ننتقل إلى تطور آخر وجديد ليس قديم جديد ولكن اليوم التصعيدات باتت كبيرة جدا في الكلامية فيما يتعلق بجبهة الشمال نتياه يقول نحن جاهزون تماما لإعادة الأمن والأمان في الجبهة الشمالية برأيك هل سيكون هناك حرب واسعة النطاق في الأيام القادمة؟ يعني أولا نتحدث عن الحقاق الحقيقة أن بالأمس كان هناك هيرتس هاليفي وقال أننا اقتربنا إلى مرحلة اتخاذ القرار وأيضا كان بيني جانس وكان أيزن كوت اليوم كان نتنياهو وكان هناك في جولة والأهم من كل ذلك يرى أنه قبل قليل كان هناك قذيفتين سقطت على بلدة هناك أدت إلى إصابة 11 شخص منهم واحد جراح خطيرة جدا جدا أعتقد أنه لن ينجو وهناك ثلاث إصابات خطيرة والباقي متوسطة نضيف إلى ذلك أنه تم استدعاء خمسين ألف من قوات الاحتياط بناءنا كانوا ثلاثمية زادوهم إلى خمسين ألف أعتقد أن الخمسين ألف دولار مش لغزة مش لرفح مش للجبهة الشمالية مش للوسطى أعتقد أنه يعني الأرجح أن يكون للجبهة الشمالية السؤال أنه هل هذا الحدث تبع هذا المساء هل سيكون كافا للبدء بعملية عسكرية هذا أولا ثانيا هل استدعاء قوات الاحتياط هاي الخمسين هو رسالة لحزب الله أننا وصلت الأمور إلى أقصى درجة من ضبط النفس بين قوسين وأنه إذا استمر الوضع على هذا الحال لن يكون أمامنا خيار سوى القيام بعملية عسكرية السؤال هو هل إسرائيل قادرة أيضا بعد ثمان شهور من الاستنزاب من الحرب في أطول حرب عرفتها في تاريخها منذ العام ثمانية عربين هل قادرة على دخول في حرب مع حزب الله يعني ما هو أكيد أن قوة الردع الإسرائيلية ليس فقط تآكلت كما قال لبيد زعيم المعارضة أن ليس فقط الشمال الذي يحرق أيضا قوة الردع الإسرائيلية هي التي يحرق ولكن ما هي فرصة أن يذهب نتنياهو اليوم إلى الجبهة الشمالية بحرب كبيرة لاسترداء من يطالبون اليوم سواء من معارضيه أو من حلفائه من من يطالبونه بفتح هذه الجبهة لا أعتقد أن موضوع الشمال وفتح جبهة بالشمال هو يعني لعبة ممكن اللعب فيها لأنهم يدركون أن غزة بالنسبة لإمكانيات حزب الله هي متواضعة جدا إذا كانوا غرقوا في غزة وثمان شهور وهم غرقون في هذه المعركة صحيح دمروا تسعين بالمئة من غزة ومن مبانيها وقتلوا أو جرحوا أكثر من مئة ألف ولكنهم غرقون حتى نتحدث بالتفصيل أكثر في الشمال ليست لعبة بمعنى الإسرائيليون ثمن شهور وهم يفكرون في هذا الموضوع لأنه ليس سهل وأن الدخول في معركة مع حزب الله ليست سهل دائما ما تكرر دكتور كلمة أنه إسرائيل غرقت في غزة عندما نشاهد الصورة نرى أعداد كبيرة من الشهداء بنية تحتية دمرت بالكامل غزة كلها دمرت إذن لو تشرح لنا كيف اليوم إسرائيل غارقة في غزة غارقة في غزة أنها لا تستطيع أن تنهي الحرب كما رأينا لا تستطيع أن تنهي الحرب دون أن تحقق أهدافها بين قسين القضاء على المقاومة واستعادة أسرها وبالتالي هي متورطة أكثر وأكثر صحيح الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني ثمن كبير جدا ثمن بعض لدرجة أنه باختصار شديد الثمن الذي دفعه أهل غزة هو أكثر بكثير من قدرة البشر على تحمله ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل مرتاح لا إسرائيل وضح زفت إسرائيل وضح في العالم زفت هناك دول في العالم تعترف بدولة فلسطين وهذا يتناقض مع ما حاول الإسرائيليون محيه من الذاكرة على مدار سنوات الوضع الدولي لإسرائيل في الرأي العام العالمي هو زفت الوضع الاقتصادي في إسرائيل سيء جدا الوضع الأمني في إسرائيل الثقة بالنفس إلى آخره لا إسرائيل لم تفق حتى الآن منذ ثمانية شهور فعندما تدخل في معركة هل تعلمين كم يكلف إسرائيل استدعاء خمسين ألف إضافة من قوات الاحتياط؟ يكلفهم من ثمانية إلى عشرة مليار شكل بمعنى يعني حوالي ثلاثة مليار دولار فقط استدعاء الخمسين ألفاً طيب وجود أغلبية في الحكومة لصالح الصفقة أيضاً في الكنيسة هناك من أعداد كبيرة يعني ترحب بهذه الصفقة الرأي العام يطالب بهذه الصفقة كل هذه العوامل هل يمكن أن تدفع نتنياهو للقبول بهذه الصفقة اليوم؟ يعني أولاً أيضاً دعينا نتكلم عن الحق الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع كل ثقلها في أن تكون هناك صفقة من الرئيس بايدن إلى كل الإدارة الأمريكية رئيس الـ CIA، رئيس مجلس الأمن القومي، مستشار الأمن كلهم يضعون كل الثقل من أجل التوصل إلى صفقة أعتقد أن هناك محادثات بدات وأن هناك رسائل تنقل إلى حماس وفي نفس الوقت هناك حديث مع الإسرائيليين لكن حتى الآن لا يمكن البناء على أن هذه الأمور أو هذه الرسائل ستؤدي في النهاية إلى مفاوضات جادة وتؤدي إلى صفقة ما النقطة المفصلية أو العقبة الأكبر؟ العقبة الأكبر التي كانت وما زالت وستبقى هل هذه المفاوضات في نهايتها ستؤدي إلى وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية أم لا؟ طيب، جانس وإزن كوتو طالبان نتنياهو بعرض مقترح الصفقة على سموترش وبنكفير نتنياهو لماذا لا يريد أن يريهم الصفقة؟ يعني ما الموجود ضمن هذه الصفقة حتى يعني تقدير الشخصي أن هناك بعض العبارات الغامضة التي يفهم منها أن إسرائيل مستعدة لوقف الحرب وانسحاب القوات شكرا جزيلا لك دكتور سفان أبو زايد الوزير فلسطيني السابق شكرا لك شكرا لك